المشهد هنا يصف الكارثة الأرض وتشققاتها بانت واضحة بسبب جفاف بحيرة سد حديثة أو ما تسمى ببحيرة عانى غرب الأنبار التي تمر بأسوأ حالاتها وتقدر سعتها الخزنية حالياً بعشرين بالمئة بعد إن كانت تعتبر من أهم المصادر المائية في السنوات الماضية تعتبر بحيرة حديثة الآن في أسوأ حالاتها بسبب انخفاض مناسبها الدنيا السعر الخزنية لها الآن ما يقارب عشرين بالمئة من الطاقة الإجمالية لذلك يتم توزيع وإدارة السد حديثة من قبل المركز الوطني حسب الحاجة والطاقة والخطة الزراعية التي يعدت بالاتفاق بين وزارة الزراع ووزارة الموارد المائية شح المياه أدى إلى جفاف البحيرة وتراجع الزراع في مدن قضاء عنا وخروج أكثر من تسعين بالمئة من المساحات المزروعة فضلاً عن نفوق أكثر من خمسين بالمئة من الثروة الحيوانية لتتصاعد مطالبات المزارعين بإيجاد حل لهم لتدارك الأزمة خصوصاً إن مدن غرب الأنبار تعتمد على الزراعة بشكل أساسي من جفة البحيرة نزل ميها نسب رسوب المي يعني نزل من نزل هاي المواطير هاي في المواطير مديرين عشاط الماء يصلها مي إشقام اللي عنده حلال يبيعها اللي عنده هوايش يبيعها اللي عنده هوايش يبيعها وين يروح بقاعتها وين يروح الغضاء عاني كانت هم تعتمد على البحيرة مالتها هس هم غلت بكثرة اللي غلت المياه هم جفت اللي البحيرة مالتها من جفت هم غلت المياه احنا قبل يعني شنا نزرع تقريباً نصنعاش دونم تقطعاش دونم هالسماك يعني غلت المياه قبل نزرع دونم واحد هاي كلها مدرس بسبوب غلت المياه يعني مع المنطقة يعني حتى المنطقة كلها كانت أكثرية بها موادم يعني ما موظفة كلها عايشة عزرة حسها غلت ومن أهم أسباب جفاف بحيرة عانة قطع المياه عنها من قبل سد حديثة بعد الأزمة المائية التي تمر بها المحافظة وعدم إعطاء الحصة المائية الكافية من دول المنبع لذا يتم وضع خطة للاستفادة من الخزين في سد حديثة لأغراض الاستهلاك البشري وتوليد الكهرباء من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر